من الأشياء التي تزين الدولة طبعا هي الزراعة وتزين الدولة مثل الحدائق والزراعة خصوصا لما ما شاء الله والله نستمتع لما نشوف الشجر جميل والورد جميل والنوير ما شاء الله كان مكتسح واشنشفته ما شاء الله موسم الفراشات لكن بنتكلم الحين بشكل خاص عن الحدائق المدرسية وأيضا الحدائق الحسية أرحب بي الأستاذة مون عبدالله الخليفي أمين السر بفريق الأيادي الخضراء البيئي وكذلك أرحب بي الأستاذة فؤاد الجمعة مستشار وعضو فريق الأيادي الخضراء البيئي مساكم الله أبو الخير مساكم الله أبو الخير أررفتونا الحين سالفة الفراشات أنا شوف منتشرها الحين بالديرة والله سالفتها الحمد لله ربيع طيب وربيع طامس على قوتهم وهذا الربيع طبعا يجلب كل الكائنات الحية الفطرية و كنا أمس باحتفال اليوم الدولي للحياة الفطرية ما شاء الله الحمد لله الكويت آمتون يعني هذه علامة بأن جونا صحي و الحمد لله الحياة البيئية الفطرية سليمة و كنا أن الجو الآن الربيع و الجو تكثر الورود تكثر معها الفراشات و يكثر معها الله يزيدهم و أكبر على من الفراش إن شاء الله دوم كويتنا و الربيع خير آمين يا رب أستاذ خلت تكلم بالبداية شنو هو الأيادي الخضراء البيئي فريق الأيادي الخضراء البيئي هو فريق تطوعي مشهر من وزارة الشؤون بادر و وزارة الشباب و هيئة الشباب حاصل على المسؤولية المجتمعية سفير خلقي من دولة قطر و سفير الإيجابية من دبي و سفراء و أعضاء قرية زايد التراثية من رأس الخيمة من أهدافنا هي تحقيق رؤية صاحب السمو و الرؤية العالمية 2035 كويت جديدة و تحقيق الأهداف السبع تاعش المستدامة فريقنا توعوي في جميع مجارات البيئة يهدف إلى نشر الوعي البيئي و الوعي الثقافي بين الطلبة و بين الأهالي دائما مشاركاتنا تكون مع المدارس بحيث أننا نشر الوعي البيئي و كيفية الحفاظ على البيئة و كيفية الاهتمام في البيئة ممتاز أستاذ فؤاد الحديقة المدرسية هل هي مهمة؟ لأن في مدارس يقول لك أنا ليش أحط لي مساحة و أحط لي تكلفة على صيف رح يذبح لي كل الأزهار الحديقة المدرسية أنصر أساسي من العملية التعليمية و كذلك تربي الطالب على الممارسات الحياتية و كذلك تحافظ على صحته و على غذاء الصحي بالتالي اهتمت فيها المنظمات العالمية كمنظمة الصحة العالمية و أدردتها من ضمن برامج المدن الصحية و المدن صديقة البيئة كذلك منظمة غضية و الزراعة اهتمت فيها و قالت أن هذه الحدائق هي عنصر أساسي من الأمن الغذائي و تعويض المجتمعات على المحافظة على الأمن الغذائي فيها و كذلك منظمة اليونسيف قالت أن أخلاق الطفل و تعلمها يتم عن طريق التربة و عن طريق الأرض و هي مهمة جدا نعم و كذلك منظمة اليونسكو اعتبرتها من الأشياء الأساسية في التعليم و الثقافة بالتالي اجتمعت جميع منظمات الممتحدة على أن الحدائق هي عنصر مهم من عناصر العملية التعليمية و من برامجها ممتاز يعني إحن أي مدرسة جديدة أو حتى قديمة ما فيها حديقة مدرسية هل تخالف؟ طبعا مفتوضة هي تكون من جودة تعليمها أن توجد فيها مختبرات زراعية و يتعود الطفل من صغر على البحث العلمي و متابعة النبات في نموه و هذا من أنواع البحث العلمي البسيطة بحيث تعود الطفل على رؤية نتائج البحث ما له نتائج الأشياء نعم لكن استاذ تكلمت عن الأمن الغذائي أمن الغذائي موضوع كبير الحديقة الصغيرة هذا ما تسوي فيه؟ نعم هو يتعود الطفل أن المنتج هذا اللي يشوفه في الجمعية هو أساسه من الأرض وبالتالي المحافظة على التربة والمحافظة على الأرض و خلق الانتماء والولاء والانتماء لهذه الأرض والعناية فيها والعناية في مرافقها هي من عناصر أساسية في العملية التعليمية وبالتالي التغييرات المناخية التي تعتقد في العالم الآن جاءت أهمية أكبر للحديقة المدرسية إنها كذلك تساعد وتساهم في الحفاظ على حماية من الأمن من التغييرات المناخية نعم يعني حتى لو شفت أنت هذه المساحة الصغيرة التي تقول عنها هذه لو اشتقل فيها الطفل أو خلق الطالب يعني ممكن يكون كبير هي راح بتدي الحدائق راح تكون من الرياض الأطفال لقاية الثانوية والمدارس هذه كلوبها في جميع مراحلها تكون متوفرة للحديقة المدرسية لو زرع فيها الطفل أو الطالب من بدايته راح يعرف أن البذرة هذه شلون تكونها شلون صارت إحنا أنت لما نسأل طالب المرحلة الابتدائية نقول لأنت روحي الفيار أو الطماط هذا من انتيبة يقول لك من الجمعية ما يعرف مصدره لكن لما يزرع ويعرف أن هذه البذرة لما زرعتها طلعتها البذرة هذه هذه مكوناتها تربة صالحة يعرف إشان هو يحافظ عليها ويسير عنده ولاء فيها ممتاز فهذا شيء مهم وعندنا بلكيت شوفين أننا الحدائق المدرسية مهتمين فيها بشكل جدي هل هناك مسابقات هل هي مقررات أصبحت عليهم ملزامية والله الحين بدأ الاهتمام فيها صراحي يعني إحنا كفريق تطوعي ندخل عدة مدارس قاعدين يشوف الاهتمام فيها وقاعدين يحاولون أننا نتعاون معهم في كيفية أنه إشلون الطلبة إشلون يزرعون إشلون يهتم في زرعتها فمجرد أننا يعني أمس لقايت قبله مش إحنا كنا في مدرسة روضة الاستغلال روضة فالطفل ما أخذ الشتلة أو ما أخذ البذرة يبي يزرع مجرد أنه قاعد على الأرض وقاعد يزرع وقاعد يحفر قاعد تشوف الفرحة في عيونه إشلون هو قاعد يسوي هذه رح تكبر لا إي رح تكبر وكل يوم أنت رح تسقيها فتشوفهم أمه عندهم استعداد في عندك مدرسة ليرموك طلعت حصاد كان إذا الفيديو موجود عندكم ازرعوا في المدرسة وطلعوا حصاد زراعتهم عندك الاشبنت كده مدرسة بنات مدرسة بنات وفي مدرسة الزهراء ازرعوا فيها قصب السكر بدأ الاهتمام في الحديقة ما عادت أنها مجرد أنها حديقة صارت منفس ترفيهي منفس ترويحي منفس تعليمي بالأكبر أنه كانت تعليمي لما يشوف الزرع شون هذا ساقها شون هذه أوراقها شون هذه جذورها وكلامك هو سليم حتى يوم ذكرتي أنه هي منفس ترويحي ونفسي لما فعلا تشوف المدرسة في زارع أستاذ وخضرة ترتاح يفسيا وبعدين هو الدراسات تقول أن المدرس يستفيد يتحسن تعليمه وجود تعليمه الطالب يستفيد درجاته تبدأ تتعدل وتتسنع الوليد الأمر كذلك يستفيد من هذه الخبرات في بيته فالمجتمع كله يستفيد من حديقة المدرسية والتعليم يرتقي كذلك مجرد ما نهتم بمدارسنا ونضع لها المعايير المناسبة معايير صداقة البيئة نضع لها 12 معيار فمن معايير أحد المعايير الحديقة المدرسية وهناك معايير أخرى نحاول أن نطبقها وهذا طبعا بالتعاون مع الونسكو مع المركز البيئي في منطقة الزهرة يطبقون نظام اسم المدارس ومستدامة عندنا فريق نحميها يطبق معايير المدارس صديقة البيئة عندنا المدن الصحية كذلك تطبق معايير ربما يعني نحن مهتمين بهذا الموضوع فالحمد المجتمع الآن بدأت تضح الصورة عنده ويهتم بقضية تطوير التعليم وهذا هدف من أهداف التنمية في الكويت كويت الجديدة وكهدف كذلك من الأهداف العالمية وهو الأهداف الرابع من الأهداف العالمية التعليم المتميز والمبتكر البداعي فبالتالي نحن محتاجين هذا النوع من الممارسات الحياتية في المدارس يعني ما شاء الله كل هذا فيه الحديقة المدرسية الواحد ممكن بأنه ينساها أو لا يهتم فيها لكن هي ضرورية بس استاذ أنا الحين ما الفرق بين الحديقة المدرسية والحديقة الحسية الحديقة المدرسية لها بعايير معينة الحديقة الحسية تعتمد على ذوي الإعاقة الحديقة الحسية رح تكون فيها مواصفات معينة مداخلها تكون لها مداخل حق استخدامات الولتشير الأحواط اللي رح يزرعون عليها هذه رح تكون مرتفعة عشان يقدر يزرع فيها رح تعتمد على تكون عندك الصوت عندنا صوت الشلالات أو صوت المائلة النوافذ اللي رح نحطها تعتمد عندك عندنا ذوي الإعاقة اللي هو البصرية ممكن يكون عندنا نحط فيه جهاز صوتي مسجل ومجرد إنه في يمسك في يكتب عليها إنه شون الزرع اللي أنا يبيها تطلع للمعلومات عنها أو الشكلة أو أي نوع من أنواع الزراعة رح يشوفها جدام عينة ورح يشوف شون يسمع الكلام عنها فهي تعتمد على الحواس وهي طبعا لذوي الإحتياجات الخاصة ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة نعم هذه الحديقة الحسية أيضا أستاذ تذكرت من خلال كلامك بأن أيضا الأمم المتحدة بيّنت أهمية وجود كل مدرسة لازم يكون فيها حديقة مدرسية وإذا لم يكن فيها حديقة تستقل المساحات الموجودة في المنطقة ويبدأ الشراكة المجتمعية ما بين المجتمع وما بين المدرسة من خلال حديقة مدرسية يعني فتاة العطل إذا لم تفضلت في أول حديثك أن يهتم المجتمع بالحديقة المدرسية عطلة مدرسة عطلة بالتالي المجتمع قريب من الحديقة من المدرسة أو جيران المدرسة هم يتابعون بس أستاذ إذا نتكلم فعليا عن الحديقة المدرسية في الكويت نتكلم عن محمية لأننا لازم بأن أتكيف مع الأجواء هذه ممكن تصير بمحميات ممكن كذلك إدخال النباتات الفطرية من الكويت في الزراع التجميلية يعني أن ندخل نباتاتنا ستتحمل أجوائنا فلدخلها في الزراع المدرسية وهذا منصر جديد الآن أضيف لقضايا الحديقة المدرسية يجب أن تكون نباتاتها من نباتات المنطقة المتحملة لغروفها عشان تتحملها بيها والتي تحتاج الصيانة الكاملة وتحتاج عناية بسيطة نعم أستاذ أنت أيضا عني دوركم في فريق الأيادية الخضراء البيئي هل هو دوركم توعوي بشكل عام أو مثلا تتوجهون إلى مدارس مسابقات فعاليات نحن دورنا توعوي بشكل عام بس هم ندخل في مدارس نسوي مبادرات من مبادراتنا اللي سويناها مدرسة المبادرات الحدائق الحسية كانت لتوان عرضت مدرسة الرجاء الخاصة وبالمناسبة أحب أشكر الدكتور سلمان لافي مدير المدارسة الخاصة كنا استوعب فكرتنا واهتم فيها وصراحة أبدأ استعداده معانا فيها وبداينا حين كل أسبوع نحن نروح عندهم ونزرع ناخد الطلبة مجموعة من الطلبة نطلع معاهم الحديقة ونزرع معاهم ونوعيهم وصراحة عندهم فرحمات الوصف واستعداد حق التعلم بطريقة عجيبة وعندهم استعداد وعندهم فكرات خلفية يعني بالأنواع الزراع اللي احنا قاعدين نزرعها لهم من نشاطاتنا واهتماماتنا احنا نروح كذا مدارس من التوسطة ثروية نوعي فيها ونزرع فيها لكن إذا عنديك إضافة إضافة طبعا من نسبة الكلام الأستاذة منع أن نحن من خلال هذه الزراعة نمكن الطالب من حديقته نضع شراكة مجتمعية مع المدرسة يعني نحاول نوجد التنمية المستدامة بشكل مصقر في داخل المدارس بالتالي يكون الحمل والعب الأكبر على هذه المدرسة ليس فقط من خلال برنامج مالها لما يكون العب الأساسي هو على المجتمع نجعل التعليم هو جزء من دور المجتمع ونجعل من الصحة والتنمية هي جزء من اهتمامات المجتمع بالتالي نصنع الشراكة هذا اللي نشوفه بره طبعا في دول يعني بعد ما يخلص بعد ذلك عندما يخلص من الزراعة كذا في المدرسة نسوي عندهم فريق تطوعي الفريق تطوعي يعني أنت حذرات لازم تبي تشوف الاستمرارية أكيد مراقبة ومتابعة فتسوي أنت عندك فريق تطوعي من ضمن مدرسة الرجال سمناهم أصدقاء فريق الأياد الخضراء وهم راح يهتمون ورح يطول ما هم موجودين في المدرسة يتابع زرعته ممتاز لازم يكون فيه استمرارية واستدامة ممتاز أحساس أننا نأخذ طريقة التواصل مثلا حين مثلا في ناظرة أو مدير مدرسة يتواصل معكم ما هو الأستاذة نحن طبعا لا نطلع إلا في كتاب رسمي عن طريق وزارة التربية يقدم على وزارة التربية وافقوا عليه نحن نطلع لا ندخل أي مدرسة بدون أي موافقة خطية لازم مراسلة من المدرسة مع وزارة التربية مراسلة من وزارة التربية للمدرسة أي تخاطب ماذا يكتبون يعني شو يقولون طلب أننا مثلا نطلب من فريق الأياد الخضراء أنه يكون حضورة الشغلات نحن معروفين كلها دائما نكون توعية حتى ورشنا اللي نسويها حق المدارس تكون ورش مفيدة وورش توعوية ممتاز أستاذ إذن عندك كلمة خيرة عندك توجيه نعم نحن موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي نعم نكتب هذا هو خطير لا يدي الخضراء لا يدي الخضراء كيدا بلو كويت وموجودة على مواقع التواصل فبالتالي سهل التواصل المعادلة وأي استفسار أو مشاركة يحبون يساهمون معنا فيه نحن نتقبل المتطوع من جميع الجنسيات وهذا طبعا عطى الفريق ميزة أن نحن جميع الجنسيات وجميع الفئات والأعمار وفي عندنا بعد فريقة نحن عندنا لجنة المتطوع الصغير نعم ناخذ المتطوع الصغير والنمي وعساس لأن من صغرتها لأن يكون متطوع محترف ممتاز ممتاز شيء صراحة جميل وأنا تفاجأت بأن نحن عندنا اهتمام كبير بالحدائق المدرسية موفقين إن شاء الله يا رب وشاكل لكم كل جهتكم تبذلون في سبيل جمال دولتنا الحبيب الكل كل شكور لي الأستاذ مونة عبدالله الخليفي أمين السر بفريق الأياد الخضراء البيئي وكذلك الأستاذ فعد الجمعة مستشار وعضو فريق الأياد الخضراء البيئي خلكم معنا بعد الفاصل ماذا افكره